طيب للحديث أكثر حول هذا الموضوع يكون معنا الأستاذة والنشطة الحقوقية سونيا صالح وهي أحد الناجيات من سجون الميليشيا الانقلابية تكون معنا من العصمة المصرية القاهرة مرحبا بك أستاذة سونيا صالح مساء الخير مساء النور مساء الأنوار أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أختي وأستاذي سونيا صالح ونحن نقول الحمد لله على سلامتك وأنت أحد الناجيات من سجون ميليشيا الانقلابية أنت لكي تقربة يعني مع ميليشيا الانقلابية وقد ربما أنا لا أخذ بالتفاصيل الصغيرة حول تقربتك لأنه يعني من الطبيعي جدا أن كي قد تعرضتي لصنوف العذاب لكن من خلال هذه التقربة ما هو تعبير الميليشيا الانقلابية وهي تشاهد ضحاياها وهي تشاهد الأبناء الشعب اليمني ودماؤهم تسفك هل من تعبير معين ماذا تعتقد الميليشيا الانقلابية وهي تسفك دماء أبناء الشعب وتعذبهم في السجون وفي المعتقلات وهم جرحى ومصابون أولا الله يسلمكم أهلا وسهلا فيكم ما كان هذا الوطن يوما قاسيا أو ظالما أو جائرا بل أرهقته معارك الدنيا وخانط الظنون الله الميليشيا الحوثية التي أتت لنا بنهج جديد ودين جديد وأخلاق جديدة ومبادئ جديدة ولا قيم ولا إنسانية هذا دخيل على المجتمع هم يتلذذون بدماءنا ويرقصون على أسلائنا وزراحنا هم أتون بمشروع دموي إرهابي إيراني فارسي تدميري مش بس للوطن يريدون تدمير الوطن اليمني وتدمير الدين الإسلامية وإضعافه وفرسنة الأمة العربية والإسلامية هذا المشروع المسكر في اليمن المسكر في لبنان المسكر في العراق المسكر في سوريا هو بمشروع كبير تحت جناح إيران وبلاد الفرس لفرسنة الأمة العربية هم أتوا إلينا الحوثي ما يمارس الحوثي في حق الأطفال يتلذذ بدماء الأطفال وجزرهم يتلذذ بالحاقهم في المعارك معارك خاسرة معارك دنيئة يتلذذ بصورهم الذي يطبعها يتلذذ بالقبور كل يوم يحولون المدارس والملاعب الرياضية يعني أي شيء وأي منجل يدعوا للأمل وللمستقبل أفضل ولأزيال صاعدة يحولوا إلى مدافن لهذه الأزيال الصاعدة الملاعب الرياضي حولوها إلى مدافن فجروا المساجد فجروا البيوت يعني أيضا النساء أخذ النساء إلى السجون وإلى المعتقلات أركعوا القبيلة أركعوا القبيلة اليمنية حتى المشايخ أدلوا المشايخ وأدلوا الفرد وأدلوا تناقض كبير يحصل الآن في المجتمع فككوا المجتمع المليشي الحوثية فككت المجتمع وهي الآن ترفص على جراحنا وعلى جماءنا وتعبط بوضننا وتحكمنا إيران تحكمنا إيران من داخل صنعاء طيب طيب أستاذ السونية يعني هو أمس يعني عطفا على ما أنت تكلمت كمان أنه المليشي الإنقلابية حولت الكلية أو الجامعة في الجوف إلى معرض لقتلاها طيب هل المليشي الإنقلابية تعتبر الأبرياء هدفا يعني جزء من اللعبة السياسية مثلا هي زعلانة من موضوع عودة الحكومة يعني تبرر قتل الأبرياء مثلا أو زعلانة من حاجة اسمها يعني التحالف عربي أو شرعية أو انتصارات يعني هل الأبرياء أصبحوا هدفا لدى المليشي الإنقلابية وجزءا من اللعبة السياسية ومن مثل أبرياء ليسوا هدف من نعبتها السياسية القدرة المرأة بريئة هدفهم الطفل هدفهم الشاب الشاب هدفهم يعني كل سيء في هذه الوطن هدفهم حتى الملعب ملعب غياضي في ذمار حولوا إلى مكبرة هدفهم المسجد والكتبة الدينية أحرقوها وأحرقوا المساجد هدفهم الجامعة الزردوس في صنعاء حولوا إلى سكن خاص بهم هدفهم كل شيء يستهدفون الأرض والعرض والبشر الإنسان يستهدفون كل شيء في بلادي لا يوجد شيء لا يستهدف للحوتي فكل شيء هو هدفهم إهدافهم للحكومة هذا دليل دليل قاضع لاستياءهم من ما حدث هم كانوا يريدون أن تظل الحكومة مفرقة وأن تظل الحكومة مختلفة فيما بينها البين اختلاف الحكومة هو الذي قوى الحوتيين وهو الذي جعلون يمدوا نفوذهم يعني المليشيا الإنقلابية مستفيدة من وضع الدولة ومستفيدة من ربما التباينات اللي كانت في صف الشرعية طبعا 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 أكيد كانت مستفيدة جدا مستفيدة جدا أن السرعية أختلفة أو أن الحكومة مختلفة فيما بينها البين أو يوجد هناك نقاضا وخلافات فيما بينهم فهذا يعد يصالح الحوتيين طبعا طيب أستاذ السونية أنت تلاحظين ومن خلال الأختلاط مع كثير من النخب تشعر أنه البعض يعتقد أو يهيأ له أنه المليشيا الإنقلابية يتعاملون معها غير ما يتعاملوا مع باقي الشعب اليابني هل المليشيا الإنقلابية وأنت تعرفين هذا ربما أكثر مني تميز مثلا بين واحد من عدن واحد من لاحق واحد من ضالع واحد من البيضة يعني بين شمالي بين جنوبي بين صغير بين كبير مثلا أم هذا المعيار يعني وهمي هذا المعيار وهمي المليشيا الحوتيين لا يوجد لديها صديق أو لا يوجد لديها أحد مش عدوها أي واحد يمني أي كان من أي مكان سواء من عدن أو من الضالع أو من أب أو من صنع أو من صعد أو من أي أي كان مكانه عدوها الأقيال أعداء المليشيات الحوتي أقيال اليمن أحفاث التبابع أعداء المليشيات الفارسية هم جاءون الآن بمشروع ويريدون تطبيق هذا المشروع هم جاءوا ليقتلوا الشعب اليمني بشكل عام ولا يهمهم أين كان سواء عدني أو شمالي أو جنوبي أين كانت زنسية أو أين كان وعلى الجميع أو أين كانت سياسية أو أين كان هم تولي يستهدفوا الجميع إلا من نبق الصرخة وذهب اللي يقتل في الجبهة معهم فهو حبيبهم جميل حبيبهم ولكن بحدود أنت زنبيل ولا يمكن أن تكون يعني حب الركب حباب الركب رجعت مرة ثانية في صنع حباب الركب يعني حتى وأن كنت معهم لن تتجاوز خط الزنبيل طبعا شكرا لك أنت تجاوز خط الزنبيل نعم معك معك إنسان لا إذا أول ما سنخط باعدة منهم قالوا لا صح صح شكرا لك شكرا لك كان ختمها ميسك الأستاذة سونيا الصالح كانت معنا من القاهرة الناشطة الحقوقية وهي الناجية من سجون الميشة الإنقلابية شكرا جزيلا لك